هذا الهجوم العنيف على العقيدة الإسلامية اليوم يجب أن نحي علم الكلام الجديد ولكن ليس علم الكلام القديم ولكن علم كلام جديد لا ينطلق من اعتزال ولا ما تريدية ولا أشاعرة ولا إمامية ولا 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 ولكن ينطلق من الحياد والموضوعية مقرون أيضا بالعلوم الكونية الفيزيائية مقرون أيضا بتجديد الألفاظ والمصطلحات تجديد القوالب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وبعد بحث العصمة عصمة الأنبياء هذا من أهم الأبحاث بل هو أصل الإسلام والإيمان كله أصل الإيمان هو النبوة لأن النبوة هي المبلغة عن الله عز وجل وأصل تصديق النبوة النبوة هو المعجزة معجزات الأنبياء هي تثبت أن هذا المدعي للنبوة هو صادق لكن أيضا الأهم من ذلك لما يكون النبي هذا النبي من الأنبياء يكون معصوما يعني لا يقع في الزنوب لماذا؟ لأنه رسول الله يعني مبلغ عن الله ففي حال وقع في زم أو وقع في نقص أو وقع في أي خطيئة أو أي يعني حتى خوارم المرؤة صار هذا الأمر دعوة للناس أن يقلدوه أو يتبعوه أو صار هذا الأمر كمالا أن هذا عم يبلغ عن الله فهل يصطف الله عز وجل لمن يبلغ عنه إلا الصادق المخلص التق النقي الذي لا يقع في الخطأ لأنه إذا وقع في الخطأ إذا وقع في الخطأ صار إماما في الخطأ وها هنا لذلك هنا قالوا بالعصمة طبعا عصمة الأنبياء مذكورة بآيات القرآن الكريم التي تأمر بطاعة الأنبياء يعني يكفي دليلا على العصمة أن الله عز وجل أمر الناس بطاعة الأنبياء بما يأمرونهم فلو كانوا هؤلاء يقعون في أخطاء أو معاصي أو ذنوب فهؤلاء ليسوا أهل لأن يطاعوا تماما فكل آيات الأمر بطاعة الأنبياء وطاعة الرسل أو الآيات التي تقول إنا أرسلنا نوحا إلى قومه إنا أرسلنا نوحا إلى قومه إذا المرسل هو الله عز وجل وأرسل نوح أرسل هذا الشخص هذا الرجل ليبلغ عن الله حتما هذا الإنسان يكون صادق ومخلص وأمين الأمانة أصلا العصمة هي الأمانة خلق الأمانة وهو خلق واجب لكل الأنبياء طبعا المتكلمون في الإسلام والفلاسفة صار في خلاف في مسألة العصمة ليس في الدائرة الكبرى ولكن في تفاصيل الدائرة الكبرى الكل متفق على أن الأنبياء معصومون ولكن كيف هي العصمة وما هي العصمة هاي واحد اثنين هل العصمة تسلو بالاختيار هذا أيضا خلاف ثلاثة هل العصمة في البصائط الأمور خوارم المروءة أم فقط في الكبائر ما وضع الصغائر هل العصمة قبل النبوة وبعد النبوة أم قبل وبعد النبوة لأن الأنبياء من الأزل إرادة الله عز وجل أرادتهم أنبياء لذلك النبوة اصطفاء إلا عند الفلاسفة اكتساب لكن النبوة اصطفاء فلذلك قبل النبوة هم أنبياء وإن لم يعلموا أنفسهم أنهم أنبياء وقبل النبوة الوضع الوضع هذا الرجل الذي يدعي النبوة أهم بكثير من بعد النبوة لأنه لما يأتي رجل معلوم من هو في صدقه في آمانته في إخلاصه في أخلاقه يقول لهم أنا رسول الله هذا أقرب للتصديق أما يأتي شخص مقطع موصل وناقص وكذا 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 بعدين يقول لهم أنا نبي من الأنبياء يعني بصير التصديق صعب هلأ إذا واحد كان عاصي وتاب الناس بتتم 30-40 سنة بتتم بتذكره بشو بمصائبه الأولى مع أنه الله تاب عليه تنبي له بذكر لما عملت بذكر هذا بزمان وكذا هذا بزمان وكذا طبيعة الناس لنشوف الخلاف أين طبعا المتكلمون عموما كل المتكلمين يعني أشاعره ما تريدية معتزلة إباضية زيدية إمامية كل المتكلمين قالوا معصوم من الكفر والكبائر قبل البعثة وبعدها يعني كبائر وكفر مستحيل يقع بالكفر وكبائر مستحيل يقع في كبائر هذا المتفق عليه عند الجميع لكن الاختلاف كان في الصغائر وفي فكرة قبل النبوة بالنسبة للصغائر والكبائر هذا الخلاف صار الأشاعره بقولوا هو معصوم من الكفر والكبائر والصغائر حتى الأشاعر يعني فيما بينهم اختلفوا في مسألين الصغائر بين من يجيز عليه الوقوع بها وبين من يمنع من عن باتة الوقوع بها الماتوردية قالوا من الكفر والكبائر والصغائر والأخطاء الموجودة في القرآن أو ما يشبه الأخطاء في القرآن سنتحدث عنها بآخر الدرس قال هي خلاف الأولى هي خلاف الأولى مثل عبسة وتولى إلى آخر عفو الله عن كلمة أذنت لهم يعني مثلا هذه الآيات يقول هي ليست أخطاء ولكن خلاف الأولى هي من قول مين؟ الماتوردية المجسمة مع الأسف قالوا معصومنا الكبائر فقط وجوزوا وقوع الصغائر وجوز أبنتيني الكفر قبل النبوة قال بعض الأنبياء كفار كانوا قبل النبوة غريب غريب اليهود نفسهم ما قالوا غريب واستدلى مغالطة بقول الله عز وجل في شعيب قد افترينا على الله كذبا شعيب عم يخاطب قومه قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجان الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها فآلهن معناته كانوا كفار وما بدنياهن يرجع طبعا الآية أولا كل المفسرين قالوا هاي الآية عم يتكلم عن قومه ليس عن نفسه ولكن شمل نفسه في قومه لأنهن لأ مؤمنين لكن عم يتكلم عن قومه كيف كنت رجعوهن كفار بعد ما خرجوا من الكفر هذا افتراء على الله إلى آخرين لكن التفسير الأدق من ذلك هذا ليس تفسيري تفسير حفظه الله الشيخ محمد بن إبراهيم ابن عبد الباعث الكتاني عنده كتاب اسمه رد المحكمات المتشابهات إلى المحكمات في جانب خاتم النبوات أنا أوصي كل طالب علم بقراءته لأنه كتاب متين وكتاب دقيق ومؤصل تماما لا سيما لغويا وكل ما ورد في الآيات القرآنية التي توهم متشابهة توهم أن الأنبياء وقعوا بأخطاء وزنوب بحل الله كياها بكل بساطة لكن نحن لأننا يعني مسلمون حتى لو من قبل المفسرون يعني ما تنبه إلى ذلك مثلا مثل هذه الآية ماذا يقول فيها قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم عاد لا تتعدى بفي عاد في في البيت لما إلى البيت شو عاد إلى البيت عدنا إلى ملتكم إذا قولكم إذا قول ابن تيمية معنا يقول معناتها عدنا إلى لكن هي الآية في وكررها طبعا ما في بالقرآن شي صدفة أو كذا الحرف وما يكون لنا أن نعود فيها ليس إليها ها معناتها في إذا كان الفعل عاد يتعدى بإله تعدى بفي باللغة العربية ماذا نفعل في هذه الأحوال نؤول الفعل بما يتناسب مع العائد ما من أول العائد لاحظنا العائد المعاد إليه يعني لا يعني مثلا هنا عاد إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجينا نجينا الله منها فشو يقدر الفعل بالدخول يعني بيصير الآية تأويلها كالتالي قد افترينا على الله كذبا إن عدنا ولا إن إن دخلنا في ملتكم كن فوتونا على الكفر كن افترينا على الله كذب إن دخلنا في ملتكم لاحظت وهون وما يكون لنا أن ندخل فيها لأنه دخل بتعدى بفيه كلام في منتهى المتاني طيب وكهكذا كل كل الآيات الواردة في أو فيها شبهات حول ذنوب ذنوب الأنبياء كلها تؤول أو لا تؤول ولا إنما تفسر لغويا تفسيرا صحيحا في هذا الكتاب المعتزلة ماذا قالوا قالوا عصمة الأنبياء من الكبائر والصغائر والنسيان معتزلة عندهم النبي لا ينسى ولم يسهو في صلاته كلها رواية غير صحيحة لا يمكن أن يسهو حتى في صلاته لا للتعليم ولا لغيره والخطأ قبل النبوة وبعدها معتزلة يهتمون كثيرا في مسألة العصمة الإمامية يهتمون أكثر معصوم حتى من خوارم المرؤة حتى من أبسط الأمور ما كان لنبيا أن يكون له خائنة الأعين لاحظوا حتى خوارم المرؤة لا يمكن أبسط الأمور لا يمكن لكن الإثني عشرية بيضيفوا عليها أن الأيمة الإثني عشر معصومون تبعا له هذا طبعا لا نوافقهم عليه بنسبة للأيمة الإثني عشر لأنه بيعتبرون امتداد للنبوة ليست نبوة لكن امتداد للنبوة الفلاسفة طبعا الفلاسفة عندهم النبوة مكتسبة تكسب بالاجتهاد والقوة وإلى آخر فلذلك عندهم إذن الحفظ أو العصمة أيضا مكتسبة فقالوا هي ملكة يعني مثل الخلق بالنفس دائم صار ملكة بدون ما يشعر شلون يعني ملكة يعني أنت لما أول ما بتعلم عسوات السيارة كيف تمسكوا الدركسيون تمسكوا بتشد بتعصب وبتقرب الكرسي للآخير مع أنها تكون طويل بتخاف الرجليك ما يوصلوا بالدعسات مع أنه واصلين ومطعوجين بس من رعبتك من خوفك بتتعلم عسواته بالبداية هيك وتمسكوا لكن بعد فترة بعد ما تصير تسوق وتمشي لك 4-5 سنين 10 سنين بتسوق بتسوق وتحكي قصة وسيرة وبتنقل وبتوقف وبتمشي وبتقيم إذاك عن دركسيون وبتطلع الموبايل وكذا بتحكي وانت مو شاعر أنك شو عم تساوي هي شو اسمها ملكة قال الأنبياء بيصير عندهم ملكة تمنع الفجور يعني صار صار التقوى فيهم أو الصفاء والنقاء وكذا مثل ملكة يعني كأنه يعني من شدة تدريبهم صار ملكة وتحصل بالعلم بالعلم بمسالب المعاصي والمناقب الطاعات وحي عليهم بيصير مؤكد فهنين قبل النبوة هيك ما في عندهم معاصي ما عندهم كذا هذا بالنسبة إلى الفلاسفة أنا بالنسبة إلي في عندي تعريف بعلمه دائما من الطلاب العلم تعريف شخصي للعصمة طبعا أنا ضد فكرة أن يكون النبي يقع بأي شيء حتى بخوارم المروع وكلما زدت الأنبياء تنزيها زدت أنت إيمان أن الله سبحانه وتعالى كما ذكرت لكم في القرآن يقول لنا أطيع الله وأطيع الرسول في آيات أطيع الله ورسوله في آيات أطيع الله وأطيع الرسول كرر العامل في آيات أطيع الله ورسوله بفعل واحد لذلك إذن طاعة طاعة بدأت تكون مطلقة إذا كانت الطاعة مطلقة إذن هذا النبي معصوم عصمة مطلقة فهي حفظ الله لنبيه هذا تعريف غير ملزم للناس لكن ما في تعريف ملزم أصلا يعني حتى التعريفات اللي يذكروها العلماء تعريفات ناقصة حقيقة ناقصة وراجعوها أنا ما لا أتكلم شيء راجعوها قال هي حفظ الله لنبيه ظاهرا وباطنا يعني في ظاهر الجوارح وفي القلب أيضا جسدا وروحا جسدا وروحا حتى ما واحد يقول أن الناس تتصلت على الأنبياء لا تتصلت على الأنبياء إلا بالقتل هذا القرآن هيك يقول القرآن يقول أن الناس لا تتصلت على الأنبياء إلا بالقتل القتل شهادة يقتلون النبيين بغير حق وفي أزا الأزا بيقول من بعيد دون أن يمس جسده أو روحه وروحا شامت إلي الشيطان وعمل عليه سحر وعمل عليه مدري إيش قال من الوقوع في الكفر والكبائر والصغائر وخوارم المرؤة ومن أزا الشيطان مستحيل لا من قريب ولا من بعيد قبل النبوة وبعدها حفظا لا يمنعه من الاختيار يعني لا تظن أن المسألة مسألة قهر وضغط يعني هو بده يمشي على المعصية لكن الله حمل وحول عن المعصية إلى الطاعة لا لا هذا صار قهر لا هو قادر على الاختيار غير ذلك لكنه لا يختار ليش؟ لعناية إلهية في نفسه تمام؟ لعناية إلهية في له يعني في عناية إلهية خاصة بالأنبياء في الأنبياء فقط ما سواهم إلهم أمور أخرى لكن الأنبياء إلهم عناية إلهية خاصة فضلا عن أنهم يعني مصطفين مثل ما الله سبحانه وتعالى سماهم طيب إذن العصمي كما قلنا الآن كل يبدون يطعنوا بالدين على فكرة في هذا الوقت كل يوم يطعنوا في الدين يبدؤون بالطعن بإيش؟ بالنبوة بالنبوة لأنه إذا طعنت في النبوة طعنت بالإسلام كله إذا طعنت في النبوة طعنت في القرآن لا يظن لا ما عم بقصود أنا اللي بيطعنوا بالأحاديث النبوية أو بيقولوا ما بدنا سنة نبوية بدنا فقط قرآن لا ليس هؤلاء لا نوافقهم على ذلك لكن ليس هؤلاء ولكن يطعنون بشخص النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء وهذه محاولات قديمة هذه محاولات قديمة جدا يعني من 300 و 400 سنة و 500 سنة وهي أضمن من زمن النبي عليه الصلاة والسلام صاروا يطعنوا بمين؟ بالنبي وبالقرآن الكريم كان يطعنوا في الأنبياء حتى ينفروا الناس عنهم لما يتحذرون ما أنت بتحكي نقص على هذا الشخص ناس تتنفر عنه شي طبيعي وهذا امتداد أيضا للمنافقين اللي دائما في كل زمان يشوفوا العلماء البارزين الأتقياء اللي بيشتغلوا بالدعوة وقالهم إنجازات دعوية وقالهم حركة دعوية أيضا يطعنون بهم واحد بيقول لك هذا كذا واحد بيقول لك هذا عم ياخذ أموال الناس بالباطل واحد بيقول لك هذا لو بتعرف شو عم يساوي وهذا ماسوني وهذا بيقول لك هذا مدري إيش بيطعنون كل هذا الطعن لماذا حتى يفضوا الناس عنهم فهي سنة الله عز وجل في المنافقين وفي يعني الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك في القرآن الطعن بالأنبياء والطعن فإذا طعنت بالأنبياء طعنت بالوحي كله مع صفي له قيمة الوحي إذا اللي عم يبلغني الوحي ما ليثيقة فيه لاحظت إذن أنا ما لي علاقة بالوحي فهمنا أحبابنا طبعا لما بيطعنوا بالأنبياء اليوم ما بيطعنوا بيقولوا النبي محمد إنسان غير صالح لا 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 لك هو صالح هو كذا بس يعني مرة وقع في السحر انسحر مرة وصار يخر بيط يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله ها بصير واحد يقول طب هذا يمكن هداك الوقت بلغ آيات قرآنية هو بخيالاته معناتها والله القرآن إذا بعدين إذا الشيطان بواحد يهودي أسر بعمله سحر وتم للسحر شهر مدري قديش أربعين يوم ومسحور وعم يخربط ويخيل إليه أنه فعل ولم يفعله معناتها هذا ممكن أي لحظة يكون فيه تخليط عليه لاحظته ها واحد تاني بيقول ليش أنتوا عم تنزهوا الأنبياء يا أخي الأنبياء بشر الله قال بشر نعم بشر لكن علون عناية إلهية لأنهم يوحى إليهم يا أخي هدون بشر لذلك أنتوا لا تهتموا يعني ما عليش يقع بالذنوب شو هالقضية يعني شو هالقضية ما عصار فيه قدوة نقتدي بها وما عصار نسيقى بالمبلغ وهكذا طبعا بيصير طعن بالأنبياء بطرق مختلفة حتى يطعنوا بالوحي بالقرآن الكريم فيطعنوا بالدين كله ذلك أهم نقطة هي عصمة الأنبياء من كل شيء التفصيل أو كنه العصمة ممكن أنه ما نعرفه بشكل دقيق لكن النتيجة قطعا هي هناك عصمة للأنبياء من كل نقص أيًا كان والله يتوب علينا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وصحبه موسيقى 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 موسيقى